بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المدونات عرض المزيد أيضا طبعا وضحت هذا دائما الحقيقة يردني سؤال عن أفضل كتاب لتعليم العربية لغير الناطقين بها أو للسانيات التطبيقية طبعا أنا ما عندي الحقيقة شيء اسمه أفضل كتاب أو أفضل مرجع ويعتمد على أهداف الشخص لكن في تعليم اللغة العربية يفضل أنه يكون الشخص متخصص في إعداد البرامج واختيار المجالات التي الحقيقة يركز عليها حسب طلابه وحسب سياقة الآن الحقيقة أنا أستعرض بعض الأسئلة فائدة وعلاقة اللغويات التطبيقية بالأمن السيبراني أو السيبراني يعني أرى أنه السيبري لكن السيبراني هو الحقيقة يعني لا يشتغنى عن تطبيقات اللغويات التطبيقية أو اللغويات الحاسوبية في قضايا الأمن أو الذكاء الصناعي وهي يعني الخوارزميات أو الألغوريثمز يعني يعمل من خلالها الدماغ البشري يعني يحاول في المجالات هذه أن تحاكى في الدماغ في الدماغ الآلة أو في الحاسوب الحقيقة أنا أعتذر عن هذا لكني أستعرض المكتوب هنا طيب ننتقل إلى المحاضرة التي تليها الجزء الأول هناك بعض التعليقات والاستفسارات التي أرى منها المهم أن نستعرضها هناك من يسأل هل تعريف ديفيد عام 2004 هو الشامل الحقيقة يعني كما قلت يعني يثير بعض النقاط التي يحاول أن يجعلها شاملة لكن كما ذكرت في أكثر من المناسبة أن اللسانيات تتوسع كثيرا اللسانيات التطبيقية وفي كل مؤتمر هناك أمور تجد تبعا للأمور التي تجد السياسية والأذكي على مستوى العالم كله مثل المهاجرين والعزمات هل يمكن أن نقول أنه يهتم يتدخل بكافة جوانب حياتنا أكيد يعني هذا شيء من من لغو الكلام كما يقال هو يتدخل في كل شيء تكون اللغة فيه ركنا أساسا هل من الضرورة أن يكون التواصل بين الشخصين يتحدث نفس اللغة لا ليس شرطا هل تطبيق هذا يعني جزئة خيرة يحاول أن يلخص الجزء الثاني لبعض التعليقات ما المقصود بتخصص بيني المقصود أنه يجمع بين أكثر من تخصص قد يكون هناك تخصصان أو أكثر مثل علم اللغة الحاسوب علم اللغة النفسي علم اللغة الاجتماعي يجمع بعض النظريات فيها الاجتماع وفي علم النفس وفي الحاسب ويبلورها في يعني علم واحد ما رأيك فيه من يحسر مصادر علم نفسي علم نفسي علم نفسي علم نفسي علم التربية هذا طبعا شيء راجع له هو لكن ليس محصورا في هذا السبب في عدم وجود تعريف جامع ماني العلم للغة الطبيقية هو تعدل مجالاتها صحيح أيضا نصل إلى النهاية هل ممكن أن تقترح لي الكتاب الأكثر مساعدة وإفادة في اللغوية التطبيقية بشأن تعليم اللغة الثانية كما قلت يعني الكتاب الذي ترجمه دكتور ماجد الحمد وزميله الحقيقة الذي هو يعتبر من أحدث ما ترجم الحقيقة في اللغة العربية هل هناك حدث تاريخي حصل أدى إلى أن تكون اللغة الإنجليزية هي الأكثر شيوعا واستعمالا وتأثيرا ليس فقط على علم اللغة التطبيقي كجزء منفصل من العلوم بل في كافة المجالات التي تقتضي استعمال اللغة طبعا هي لغة العلم الحقيقة وبما أنها هي لغة العلم اللغوية التطبيقية جزء من هذا العلم هل هناك احتمالية في أن تكون اللغة العربية هي الأكثر شيوعا واستعمالا عن المستوى العالم في المستقبل كما هي اللغة الإنجليزية هل يوجد أبحاث علمية تنبئ ببصيص هذا الأمل بالنسبة لي لا أعتقد أن هناك أبحاث علمية رصينة يعني ترى أنها ستكون لكن نتمنى إن شاء الله وما ذلك على الله سبحانه وتعالى ببعيد هل من أن يمكن شرح المصطلحات بكلمة وكلمتين أثناء المحاضرة إن شاء الله مثل بيداغوجيا هي فلسفة التدريس صحيح يعني أشكر الأخ الذي أشاره والأخت الذي أشاره بالنسبة لمن يسأل عن المحاضرات والموجود في العروض كلها موجودة في موقعي على أكاديميا ما وظيفة هذه الجمعيات التي تعنى بالنغة التطبيقية هل يوجد جمعيات مثلها في الدول العربية أسمع أن هناك جمعيات مثلها وأعرف أن في الجامعة العليسلامية جمعية تعليم العربية الغير ناطقين بها لكن هي وظيفتها عقد المؤتمرات وتنظيمها ويعني حتى لديهم يعني يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي في المجموعات البريدية ويعني الكتابة حول الكتب التي تنتشر هذا يعني ما أعرفه عن الجمعيات ولعلنا يعني نطف هنا أشكر لكم الاستماع وأرجو أن تكون هذه المحاضرة مفيدة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته